اشتركوا في القناة بعدين اشرح لكم منينجا الاسم كبداية فكرة سكوادكاست او المواضيع النقاشية في مجال الالعاب فقط كانت فكرة بغير يسويها من فترة بس انه ظروف ما سمحت والحين حسيت انه ظروف مناسبة والشباب متابعين القناة كثرة وفقلت اوكي نبتدي بتجربة ونشوف وين نوصل بالنهاية صراحة توقعت وغيري من الشباب ايضا توقع انه متابعين قناتي ارقب كثم كثير ما اتكلم عن الكل لحد يستعجل ويتوقع من اتكلم عن الكل اتكلم عن بعض الردود اللي كانت موجودة في المقطع الاخير يعني في ردود ما اتوقعت توصل لذي الدرجة سواء من اللي حذفتهم او اللي ما حذفتهم يعني خليت بعض الردود لانه احس انه فيها نقطة انتقاد شوي يعني او فيه اشخاص الله يهديهم ااا تركوا كل اشياء صحيحة اللي قلناها وركزوا على الاخطاء او اللي خلونا نقول الخطأ الوحيد اللي شفت الناس مركز عليا الي هو anù بلاي ستيشن بلس ما رح تحتاج كل حساب انه تشترك في بلاي ستيشن بلس بس اشتراك واحد لبلاي ستيشن بلس شجالس اقول انا اشتراك واحد لبلاي ستيشن بلس ممكن انه يتشغل عليها اكثر من حساب اكثر من اكاونت مو مثل اكس بوكس لايف انه كل اكاونت تحتاج لها جولد لايف سبسكريبشن فهذا خطة لاحظت انه ركزوا عليه هو الخطة الوحيد واللي ممكن اي احد يغلط فيه لانه الشركة ما وضحت اي شيء كل شيء اللي بعد فترة انا ما ظلت تابع الاخبار اول باول المفروض ان اظل تابع الاخبار اول باول لكن اللي شفنا في E3 والاخبار اللي حصلت بعد E3 احسيت ان هذه كفاية انه ممكن انه نبني نقاش عليها يعني في اشخاص الله يهديهم تركوا هاردوير انه نتحدث عن ال PS4 اقوى ونقطة الحصريات ونقطة السعر وغير ни هم تحدث عنها ن shoulder بالتحديث عن ذาย في نسناعنا مهتي وما تخلفين وما نستاهل حد يتابعنا ومادري إيش يعني فيه أشخاص تمشي بمبدأ تفاحة خربانة تخرب كل الصندوق يا حبيبي لو بنظل نمشي على هذا المبدأ ما صار فيه شيء في العالم كله كويس أصلاً إذا تفاحة واحدة تخرب كله في الصندوق أبداً فكر فيها صح قبل لا ترد علي نقطة بعض الشباب إنه قال إنه نحن متحيزين للPS4 أو البلايستيشن 4 بلايستيشن أو بلايستيشن بلايستيشن حسناً صراحة لا تريد شيء قوي يعني أنا ومحمد نلعب اكس بوكس أيضاً ما نلعب PS3 نلعب اكس بوكس 360 نلعب اكس بوكس 360 أنا أفضل اكس بوكس 360 على البي اس 3 من نواحة كثيرة أيضاً التحييز اللي أخذناه كان من ناحية المواصفات والأخبار اللي سمعناها وهي شخص عيادي رح يقول إن البي اس 4 متفوق في معرض اي 3 وما زال متفوق الحين بعد ما تراجعت مايكروسوفت عن بعض النقاط اللي تكلمت فيها حتى ولو بأبسط النواحي وهو السعر ما زال السعر البي اس 4 أرخص بمئة دولار وتيجي معاها البلايستيشن اي ما بيفتف الموضوع بس دامانه غلطان كأنه سمعت إن البي اس اي تجي يعني مثلاً هذا قاله إن زياد السعر للمية مثلاً بعض قال عشان الكنيكت موجودة معاه ما أبي الكنيكت أنا شو سوي فيها؟ والله ماركونة على جنب عندي شو سوي فيها؟ فمو متأكد إن هذي النقطة قبل ما أحد يجي ويفتع على رأسي الحين عشان لاحد يقول يعني مو متأكد إذا أحد عنده أي فكرة ممكن تتركها لنا في الكومنتس في التعليقات فخصة إنه متحايدين ما توقع إنه تحيزنا لجهاز لأن كل شيء واضح قدام كل من الكلام اللي قلناه والأخبار اللي موجودة يعني لو كانت المواصفات والأشياء اللي في البي اس فور موجودة في الإكس بوكس ون والعكس كان طلع لنا جمهور البي اس فور وقال إنه هنم متحيزين للإكس بوكس فش نسوي حين؟ ما أدري فالموقف صعب شوي لو ركزت فيه عشان تقول إنه هنم متحيزين أنا ممكن أكون سوني فان بوي سوني فان بوي أنا سوني فان بوي لكن إذا في شيء أفضل مثلاً الإكس بوكس 360 لأي ما أقتني؟ النقطة الأخيرة اللي حاب أتكلم فيها القناة دي خليونا نشبهها بالمجلس أوكي أو ديوانية أو مدري بأي لغة بأي لهجة تفضلها يعني ديوانية أو مجلس أو مكان نجسمع فيه الملحق أجي وصول فيه وممكن أقول بعض المعلومات وغيرها يعني أشاركها معكم وكلنا موجدي في هذا المجلس نطرح أرانا ممكن يصير النقاش حاد بعد الأحيان بس أتمنى إنه ما توصل لدرجة إنه أحد يقل أدبه على الثاني خصوصاً إذا كنت مستضيف شخص مثل أبو محمد أو أي أحد ثاني واحد ثاني يغلط عليه مثلاً يعني زي ما يقولون في مجلسي ويعني هو ضيفي وأنا ما قدرت أدافع عنه بما فيه الكفاية ممكن إنه كانت ما عندينا خبرة كيفية الكلام في بعض النقاط بس هذا ما يعني إنه تهجم علينا بألفاظ مكفيسة أوكي هذي النقطة اللي يبغى أصليها يعني صراحة أنا مو عارف وش يقول لمو حمد طاح وجهي والله مدري ش يقول والله لاحظ؟ طيب وأنا أشاهد المقطع مرة ثاني أيضاً إنه حتى في النهاية ما قلت له شكراً ويعطي كله عافية وغيرها أنهيت الموضوع ووقف التسجيل يعني مدري ش يقول أوكي أوكي أحب أعتذر لأبو محمد وأعتذر لأي شخص سعلم الكلام لنقال أو أي شي ثاني وأكرر اعتذار لأبو محمد مرة ثاني أتمنى إنك جالس شهاد المقطع أبو محمد تعذرني وأتمنى يشوفك في سكايف مرة ثاني يعني ما شبك أونلاين بعد ما سجلنا المقطع أوكي 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 مبارك عليكم شهر رمضان الكريم والله يتقبل مننا ومنكم ما أدري شاكول الله يتقبل مننا ومنكم صيام هذا الشهر الكريم يعني ويعوده حالينا إن شاء الله وأيوة قبل لي خلص المقطع هل في أحد في باله شخص معين ممكن إنه يشاركنا في سكواد كاست اللي هو اسم السلسلة النقاشي اللي في مجال الألعاب طبعا نتكلم فيها في مواضيع مختصة في الألعاب مثلا إذا تعرف كومنتاتر حابي شارك أو يعني الكومنتاتر هذا قريب منك وممكن أنك توصل له وتتكلم معاه أتمنى تتكلمه وترسل لي رسالة تقترح عليه هذا الشيء أو ترسل لي اسمه على تويتر أو في كومنت تكتب في الكومنت وإنا ممكن أنه أتكلم معا أتواصل معاه إذا قدرت أني أوصل له ويدخل معنا نتكلم في يعني في أي شيء خص الألعاب على حسب المواضيع اللي راح تنطرح في الأيام الجاية أو ممكن مع الأيام نخليها مثل راديو ستيشن نحدد وقت كون نستقبل فيه مكالمات منكم على سكايب نناقش يعني نتناقش معاكم تكون أنتو مثل ما يقولون تعطوننا أراءكم وتشاركوا معنا فهذا الموضوع اللي راح نتكلم فأتمنى أنه توصل لهذه الدرجة أتمنى أنه نوصل لهذه المرحلة يعني أنه نستقبل مكالمات منكم أيضا فكل اللي أبغيه هو دعمكم يا شباب أتمنى 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 في المقاطع الجاية إذا أحد عنده نقطة مثلا نحن غلطانين في شيء أو مثلا غلطنا على حسنًا لدينا قلت ايها انا غلطان في شيء ممكن يوضح لنا في التصميم أو حتى برسالة شخصية يقدر رسالة شخصية على اليوتيوب أو حتى على تويتر يعطيني تويت على تويتر وأنه أقدر أصلح ذا الشيء يعني أكتب بحيث أنه يكون الشيء بشكل متحذر يعني مو مثلاً يا غبي يا متخلف يا أهبل يا مدري إيش ترجمة نانسي قنقر